سابق وشرحنا الإخوة أن جميع السيارات الحديثة تتوفى على عدة حساسات مختلفة كل حساس منها لديه دور تشغيل أو تنظيم دورة المحرك وردة الفعل السائق مثلا هذا المستشعر نحن نقولها بالدارجة السخونية هذه السخونية السخونية تتعطي للسائق إشارة السخونية فين واصلة لأن السائق يعرف فيها عنده السخونية أثناء الصباح يمكن أن يكون بارد يلقواها كبارد السخونية ستطلع تطلع 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 بحركة بهذه الطريقة كما تشاهده الإخوة ما الذي ستعطينا المعلومة للسائق؟ أن هذا الموتور يريد أن يحرق أو يريد أن يكون بارد الأسوات لكما نحن نفسه أو يريد أن يكون بالدارجة السخونية ما الذي ستعطيه الإشارة هو هناك هذا المسجد المسجد يريد أن يكون السائق بإرداء السخونية لكن هناك أسخنة أسخنية وأن كل سيارة تحمل جوجة أسخنة 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 تحضر مع السائق لأنها تحضر مع السائق وأنها تحضر مع الكالكيلاتير وهو كمبيوتر السيارة التي تحكم في جميع هذه الأشياء لكن هذه الأشياء جميعها تحكم في الكمبيوتر قلنا الاخوة هذه تحضر السائق إلى إشارة فين وصلت تومبراتير لكن هذه الأشياء تحضر السيارة فين وصلت تومبراتير مثلا كانت السيارة كما تلاحظوا بحالها باردة السيارة تكون باردة لما كانت سائق السائق عارف تحضر السيارة وكمبيوتر السيارة تتخيل لها السيارة إذا كان في هذه الطريقة بارد سوف يعمل على ستارتير كما تشاهدونه محلول أو البابيون محلول أو ستارتير مدفوع أو البابيون محلول سوف نفتح البابيون لكن عندما تطلع سخونية تمبراتير مثلا وصلتنا لهذا المكان هنا ما سيقع؟ الكالكولاتور ستعطي أمر للستارتير ينقص قليلا لبنز لا يبقى كثيرا في هذه الطريقة كما تلاحظون أنني كنسية بخير تبدو الزوت لاحظون أنه هنا عندما تطلع تمبراتير تطلع قليلا يجبها كالكولاتور كما تطلع نقص قليلا انه يجب أن تطلع يجب أن تطلع ستارتير يجب أن تطلع تطلع قليلا يتصل إلى هنا وتفصل إلى هنا و تضفت مقصد قليلا يتصل إلى تطلع تطلع قليلا هذا الهبط هذا الهبط في هذه الطريقة السخونية هنا يكون ستارتر موتر ستارتر يكون بلع كما ترون هذا يجب أن يكون فرانونسي يتنفس وهذا يعمل يعمل كما قلنا هذا الهبط يتعطي إشارة الكمبيوتر السيارة لذلك الكمبيوتر السيارة تدوره عندما يعرف الطمبراتور في الوصلة ما قلنا سخل الموتور لا يقوم التمبراتور عندما يصل هنا ينقص هنا يكون هذا يدخل ياسر يكون هوا أكثر وكما قلنا أنه الطمبراتور عندما يرون هذا محلول يتعطي كثيرا من الطمبراتور أو من الطمبراتور وكما يكون في جميع السيارات إنما هو الذي ينبه كمبيوتر السيارة محلول بوابة الهواء سوف يفتوحها وكما يتعطي كمبيوتر السيارة سوف يتعطي بوابة الهواء سوف يدخل محلول كامل وكما يرى بوابة الهواء محلول كامل يتعطي بوابة الهواء وكما يتعطي بوابة الهواء أما الحساسات الأخرى كما تلاحظون هذه الحساسات ضغط وهو دائرة الهواء يتعطي ضغط على الكائن على حسب السيارات تربو تربو أو جيار هذه الحساسات تقطاقة كمبيوتر هذه الحساسات تقطاقة كمبيوتر كمبيوتر هذا هو كبيران يتعطي كبيران في القطاع وكما يتعطي بوابة الهواء يتعطي في القطاع وكما يتعطي وكما يتعطي كمبيوتر جميع الحساسات كما تلاحظون كان عدة حساسات كان عدة حساسات وكما يتعطي نكمل في الفيديو لماذا نريد هذا سوف نفهم بعد المعلومات لماذا نريد ان بعد السيارات يتعطي لانما تبقى دائما فيها دائما السيارة لان عندما تبقى فيها عندما يتعطي تبقى لماذا تبقى سيبون مليحة إنما هذا تمبراتي يتعطي عندما تبقى سيبون مليحة إذا نرى هذا عدد هذا كونتور الأفانس أوتوماتيك الموتور ربما لا تكون صباح في هذه طريقة كما ترى محلولة يتعطي الأفانس هنا على حساب عشر كما تبقى نقرب هنا لان هذا يتعطي هنا على حساب عشر 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 قلنا هذا يتعطي كما ترى السائق يتعطي كما ترى وصل هذا يتعطي هذا يتعطي هذا يتعطي هذا يتعطي الكمبيوتر السيارة الذي يعلم أن تمبراتي هنا هنا سائق وصل وصل السائق وصل ومع الكمبيوتر السيارة في هذا المساعد عندما يعرف يكون الصباح الذي أعطي هذا المساعد كان الكمبيوتر السيارة هنا في 11 وقد أعطي الكمبيوتر لتعطي 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 مهواء كما تتعطي تعطي المساعد لتعطي المساعد لتعطي وضع من وضع الكمبيوتر لاحظ الكمبيوتر هنا لاحظ في 20 20 2 7 5 6 7 المترجم للقناة فإن لم تتحدث تستطيع إيشارة الوضع بها 30 يعني لا تستطيع إيشارة الوضع لكن بعد الأوقات هذه هي التي قلنا تأتي إشارة الوضع السيارة الابارة الخرى التي هي هذه أعطتنا الإشارة وعرفنا القوى في الراه بالصحة بعد الأوقات كانت تغلط وكانت تغلطنا الوضع السيارة يعني السائق يرى تمبيراتور بالليرة سخونة ولكن الابانس يبقى ديما فيها الابانس وهنايا في الارباء من تلقى ديما هذا هنا يعني الابارة كل ميتة بهذه الطريقة شوفوا هذه ميتة كده شوفواها كده إخوة لاحظوا شوفواها هذه ميتة ما تتوصل لبيانات مضبوطة الكالكيلاتور لكن هذه ممكازيون كيف ترونها نقية وهذا بزوجهم بحل بحل بعد الأوقات عندما تموتنا هذا الابارة يبقى ديما تقول الكمبيوتر السيارة باللي المحرك راه بعد تبقى تكيديب عليه هنا يا السائق يشوفها بالليرة تلعى الى قوي يعني راه تدكرون شات الفنديراتور وعودت وإنما هذا يبقى يكيديب على الكمبيوتر السيارة أي لما يكيديب عليها تبقى ديما عاديتنا الابونس وعندما تغيير هذا الابارة سوف تقول للوتو ما شاء الله يتركب هذا الابارة يبقى يتوصل لها معلومات من بيطا قد تخدم الورول تحام على الكالكيلاتور يعني مريقلا يصبح في الكمبيوتر السيارة يبدي يركيلينا هذا بهذه الطريقة لاحظوا إخوة تكون في وضعية المحرك تكون سرعة الدوارة قليلة هنا يعني الحساب كما قلنا هنا تكون في السات صافر إخوة لكن بعد الأوقات نبدلوا هذه ويبقى نمس المشكل فيها لابونس دائما فيها لابونس وخام بدلوا هذا الابارة في الساعة نبدلوها تستارتر كالي في هذا النوع وكالي في هذا النوع وبعد الأوقات نبدلها تستارتر ونبدلوا هذا الابارة ويبقى لنا نفس المشكل نحن نصفتها عند التريسيان التريسيان بعد الأوقات يبدلها الكالكيلاتور أو الذي يرى لها سياركوية الضوء لها وبعد الأوقات يكونوا بعض السيارات مستعصية لا يمكنك لا يمكنك الحل لها يعني في الساعة بعد الأوقات إنسان يتحدث درانجة نريد أن نرى لكم طريقة سهلة بزاف وإنسان يتحدث بانير يرحل بها أختي هذا الفيديو يرى السيارات المستعصية للميكانيسيان وليس لديها الحل تريسيان وليس لديها الحل لم يكن هذا الوطن الميكانيسيان لا يفهم لها نرمال لا يريد الضوء ستارتر أو لا لا يريد ستارتر وقال لأنه المشكل وقال لديه ستارتر أو ستارتر نحن نحن لديه ستارتر وقال 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 لا يستهل لهم نريد أن الانسان يستطيع لا يستطيع وقال وقال يستطيع الوطن نحن هنا لدينا خطان وقال